مساكم الله بالخير وتقبل طاعتكم وكل عام أنتم بخير ومثل ما توقعنا قبل يومين أن هو توقع أنا صراحة زاد عندي توقع لما شفت أسرار عادل السعدون على التشكيك برؤية الهلال زاد عندي توقع أن أكيد راح يورى الهلال ليلة الجمعة لأنني اعتدت يعني على عادل السعدون كل سنة اعتدنا عليه يشكك بهلال العيد وهلالرمضان أنا يعني فيه ناس تقول يعني شون الهدف من التشكيك ما ندخل بالنواية لكن الظاهر لنا أن البعض يبحث عن الشهرة يعني البعض ما أتكلم عن مثل عادل السعدون أتكلم عن واحد تذكرون قال ما في كاس عالم تذكرونه ما تذكرونه كل الخليج ويمكن كل دول العربية صار تتكلم عنه وصار حديث الشارع وإلى قبل كاس العالم بيوم أو يومين وصادف قبلها صارت حرب أوكرانيا وقالوا ها ظاهر بتوسع الحرب وما في كاس عالم فطبعا هذا الناس راح تنسى موضوع كاس العالم لكن راح تذكر اسم هذا الشخص ليش نشهر؟ ما يدرون راح ينسون ليش نشهر لكن راح يظل مشهور ورح يمر رسائلة اللي عبيها أو على الأقل حقق شهرة مثل اللي بال بئر زمزم طبعا اللي بال بئر زمزم ما حقق الشهرة اللي بيها حقق الشهرة أن الناس تذكر قصتها قال عشان أنشهر لكن حتى اسمه ليحي ما شهر عند الناس لكن هذا اللي قال ما في كاس عالم قال خانا قولها أنا وخل الناس كلها تتداول اسمي وشكلي وصورتي وأصبح وجه مألوف بعد سنة سنتين يمكن اليوم يطنزون علي ويضحكون علي بعد سنة سنتين ترى بين سوني في ناس تبحث عن الشهرة بأساليب أخرى يمكن تشكيك الناس يمكن أسباب إيديولوجية أسباب عقدية ما أدري الشخص أو الطرف الشخص الآخر اللي شكك هو مركز الفلك الدولي مركز الفلك الدولي يدير شخص واحد من جنسية عربية مقيم في الإمارات العربية المتحدة مرخص مركزها هذا كشركة تجارية في أبوظبي يعني مو مركز معتمد حتى ببوظبي بوظبي هو شركة تجارية ترخيصة تجاري فمو مركز رسمي ولا دولي وكل واحد يحط الاسم اللي يبي ويصرح بالتصريح اللي يبي ويحط تصريحها نفسه قال راح يغيب الهلال في مكة عند الغروب يكون ارتفاعه أظن ست درجات أو شيء وقال لا يغيبها بالعين المجردة إلا بعد سبع درجات أو ثمان درجات طبعا أنظار البشر متفاوتة وشوفوا هذا الجدول في رؤية ارتفاع الهلال أو مكث الهلال في كل منطقة شوفوا الجدول هذا في مكث الهلال في كل منطقة ومبين أنه في قليم سدير أكثر مكانية مكثفية الهلال يتم بعد غروب الشمس 24 دقيقة بالإضافة إلى أن البشر قدرات متفاوتة وفي ناس تشوف النجوم أو الكواكب حتى بالنهار في ناس عارفهم يشوفون النجوم بالنهار فعلا وشوفوا هذا باحث فلكي بحريني يقول مرة شفت شخص رأى الهلال بعينه المجردة وأنا ما قدرت أشوفه حتى بالتلسكوب شوفوا تصريحه يبقى ليش صرح عادل سعدون أن أتحدى تصورونا صراحة اتصلت على شخص فلكي فلكي حقيقي وليس كلكي بحالم يعني باحث فلكي اتصلت عليه قلت لهذا الشخص ليش قال هالكلمة تحديدا ضحك فورا جاوبني بسرعة قال لأن إعداد التلسكوب للتصوير إذا شفت الهلال عشان تعد التلسكوب للتصوير يحتاج منك فترة طويلة ف24 دقيقة ما تكفي لإعداد التلسكوب لتصوير عادي ويمكن تصويره بتقنية CCD وتم تصويره الليلة في السعودية وفي مرصد البصرة وتم نشر رسمية شوفوا هذا في السعودية بتقنية CCD وهذه الصورة الثانية من مرصد البصرة أيضا بتقنية CCD إذن فلكية وحسابية لهلال موجود وذكر الله يرحمه العجيري في رزنامته أن واحد شوال هو 21 أبريل شوفوا هذا الرزنامه الله يرحمه العجيري اللي يصعب أن يوصل مواصيله لا عادل سعدون ولا غير عادل سعدون إذن بما أن الهلال فلكيا موجود وشرعا تمت رؤيته والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فأنا قم عليك فأتموا الثلاثين وقال النبي عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون يعني اليوم اللي تجمع فيه الناس على الصيام شرعا هو عند الله رمضان يعني نفترض أن الهلال ظهر يعني مثلا ما شافوا كان غيم في هلال سواء رمضان أو هلال شوال فمثلا ما شافوا غيم وأتموا وصاموا هاليوم وهو ظاهر الهلال مولود وظاهر يعني هذه أكيد حدثت سابقا يعني 1400 سنة شرع الله أكيد حدثت سابقا عند الله صيامهم صحيح وفطرهم صحيح لأن الشروط الشرعية طبقوها ما تقدر تقول والله صومونا خطأ أو فطرنا خطأ لا ما في خطأ الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون انتهى نقطة أول سطر خلاص شرعا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ما فيها روح تعال هذا عند الله واللغط والحديث ترى شرعا ما يجوز يا جماعة ما يجوز تشكيك في عبادة حتى الناس تتداول أسمع الناس يسولفون بالمسجد قبل شوي الناس تتداول مثل هالأمور لا ولا طالع هذا غلط طالع هذا صح والله ممبين والله كلامه صحيح والله كلامه غلط خلاص انتهى الموضوع تم الإعلان الرسمي وانتهى الموضوع خلاص ما فيها روح تعال شرعا ما يجوز حرام وهي مسألة شرعية رؤية الهلال والعيد العيد هي مناسبة شرعية ومسألة شرعية فينظمها الشرع وهذه الأهداف ومثل ما قلنا يعني ما تخرج عن ثلاث أهداف اللي تكلمنا عنها عقدي سياسي عند أهداف سياسية مثل مركز المرصد الدولي وعند أهداف سياسية أعتقد أنها بعد أعتقد أنها يعني مو مع سياسة الإمارات حسب معلوماتي يعني البسيطة لا وأعتقد أنه يمكن يمكن ما أدري إذا ترخيصها لا زال قائم ولا لا ولمرة ما تحب اللغط بدليل أنه ضربوا تصريحها بعرض الحائط وأعلنوا العيد غدا فمركز الكلك هذا الدولي ولا فلان عالم كلكي وليس فلكي ويقعدي يخربط ولن يرى ومستحيل رأوه وشهدوا والمملكة العربية السعودية اللي تم رؤية ثلال فيها من أكثر من مرصد تضع مع القاضي باحث فلكي أو عالم فلكي يسأل مع القاضي ويسأل الرأي ويعرف في الشروط يعني المسألة مفوضة إذا أنت شايفه بوقت غير وقت الهلال أو باتجاه غير تجاه الهلال أو بيعني شروط غير شروط الهلال المسألة مفوضة ما راح يعتد بشهادته ولن تأخذ شهادته فبالتالي المسألة مفوضة والمسألة منظمة والتشكيك هذا مثل ما قلت لكم ما يخرج عن الهداف الثلاثة هادي ولا تسمعونه ولا يعني 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 تتركون هذا الأمر يكبر وخوضون فيه تخوضون فيه أو يعني تتداولونه تركوا يولي ومثل ما قلنا لكم كل عام أنتم بخير وعيدكم بارك اللي يشوف هالمقطع بالعيد نقوله عيدكم بارك والتقبل طاعتكم جميعا وهذه أسباب التشكيك بالعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة